نتابعين مع انتون وبيستعدنا لإصطاديف نور نوفل الماركتنج مانجر بيتينيكو تعني نحكي عن هالشركة عن البضاعي اللي عندوني هون وعن منتج كتير فريد وكتير متطور راح نشوفه اليوم معنا بالستوديو أهلا وسهلا فيك نور أهلا فيك كيف نور خبرينا أكثر عن الشركة وين انتم موجودين وشو هي أبرز الاتمز اللي عندكني هون أو البضاعي اوكي سولا نحكي شوي أول شي عن البراند البراند اسمها تينيكو وهي تشينيز براند في كتير ناس بتقول انه يه تشينيز يعني كواليتي منه منيحة أو ابتكار منه جيد بس اللي نحنا صرنا نعرفه اليوم انه كل المعامل وكل الشركات صار أساسها بتصنع بشينا لأنه ضيما الكلفة أقل ليش تينيكو وليش جربنا تينيكو لأنه تينيكو عندها هرتج عمره 25 سنة بابتكار التكنولوجيز والبروداكت عندهم معامل أكتر من 80 ألف متر مربع بقلب الصين يلي بينتجوا فيه المنتجات والبروداكت ولي بيميزهم عن غير شركات انه هنه كانوا الشركة الأساسية يلي بتنتج البروداكت لغير شركات من قبل ما يصير عندهم البراند تبعولهم بقلب السوق يعني براندات كثيرة نحن نعرفها صحيح بأسامة تانية يكون من تصنيع شركة تينيكو بالـ 1998 تينيكو ما كانت تصنيع لألة تينيكو كانت تصنيع لكل الشركات البقوية يجيبوا لها الديزاين أو يطلبوا منها ابتكار معين وهنا يعملوا التنفيذ لحد ما قراريت أنه يكون عندها براند خاصة فيها أنه هيك هيك العالم صارت بالماركت ليش نحن نحن نحن؟ هيك هي سبلاية الأساسية يعني خليكم موجودة بالماركت تحت براند معينة اسمها تينيكو اسمها تينيكو ويكون عندها بداعة معينة أو ايتمز معينين خبريني أكتر عنهم أول ما دخلت تينيكو بقلب السوق بلشت تقريباً بالـ 2013 بالـ Pure 1 سيريز يعني هنه الـ Vacuum Sticks من بعدها بين الـ 2018 و2019 بلشوا ينزلوا Floor 1 سيريز يلي هنه الـ Floor Washers يلي بتكنس وبتمسح بنفس الوقت ومن بعدها بلشوا يربحوا أوردز على الـ Innovations طبعولون وخاصة على التكنولوجي يلي هي لقلون يلي اسمها الـ I-Loop Technology يلي هي المستشعر الزكي يلي بيقدر يعرف قديش فيه أوساخ على الأرض وبحسب هيد الأوساخ هو لحاله بيحدد قوة الشفط ليقدر يشفط الوسخ وقوة التضفق الماء بقلب الميكنسيكر مال تقدر تمسح الأرض بنفس الوقت ونحن هلأ بنا نشوف أجدد ابتكار لـ Floor Washer عم نحكي عن Floor 1 S5 إنت ألتبالجته من Floor 1 S1 في كذا موضل وصلت إلى S5 مع كل التكنولوجية والتطور يلي حتأتوه بالماشين بديك نعمل ديمونسترسيون بعد شرح نعمل ديمونسترسيون ورح نحط كم شغلة على الأرض رح نجو إلى الستوديو ونشوف كيف بتكون هالماشين عم تشتغل بدي أسألك عن الشركة بلبنان قديسة الله موجودة بلبنان نحن ريجين الديستريبيوتور كغيت غولف بقلب الخليج أخذين كذا لوكيشن وهو بولي عم نوزع لأكدر أول ريجين الأوفيس هو بلب جدة وكا ديستريبيوتور نحن هنا متعاملين مع أغا ساركيسيون سو البرودكت بيتوجدوا عند أغا ساركيسيون بلبنان بالنسبة للفلور واشر يس إتس one of the most premium وأجدد برودكت بالنسبة للماركت الشرق الأوسط بالنسبة لأمريكا وهون أنا بحب كتير ركز إنه تينيكو تلعت بأمازون يو اس جيرماني فرانس يو كي بالـ 2022 والـ 2023 نومبر وون سالين على أمازون هي مناسبة لكل أنواع الأرضيات نحن عنا ثلاثة كاتجوريز عنا الفلور واشرز عنا الكاربيت واشرز وعنا الفاكيوم ستيكس الفلور واشرز للأرضيات كل أنواع الأرضيات الصلبة الباركي البلات الارخام كل شيء وعنا الكاربيت واشرز يلي هني بيعملوا ديب كليننج للسجاد البراش طبعا أكيد بتجي بغير شكل هو اللي بيجو لاسلكية سو ما بتجي كوردلس الكاربيت واشر أكيد بتجي كوردلس لأن القوة الشفت طبعا أعلى قوة شفت هلأ موجود بالماركت يلي هو 1300 واط وبنفس الوقت فيها تقنية تسخين المي بقلب الماشين سو هي بتسخن المي وبتغسل السجاد ومن بعد ما تغسل السجاد لحالة بترجع بنقله بالمود للدراينج مود وبتجفف السجاد بس نحن هنا عم نحكي عن باكي عم نحكي عن أرد بلات عم نحكي عن تايلز سيراميك أودور أي كاين أفلور هي قدرة تنظف الأرد بيسألونا إذا ممكن تنظف هيدا الفلور واشر السجاد ونحن البراش تابعونا مثل ما شايفين تنظف سجاد وفيها تكنوس السجاد وفيها تكنوس السجاد اللي بينحطه مثلا قدام المجلة أو بقلب البيت بس مش ديب كلينيج لسجاد أكيد هوني عم شوف بالفيديو مثل بفور عند آفتر يعني كيف معقول تكون الكاربت واشر صحيح بتسخن المي هيدا الايلوب بيفرجيك وهن أهمية تقنية الايلوب إنو بقلب الكاربت واشر بتفرجيك بقلب الكاربت بتفرجيك أدي الكاربت مجوية وأنا الأرض اليوم بتقدر بتدور الايلوب السنسور طبعولها بيدوي أحمر كل ما تكون موسخة كل ما تصير حمرة وكل ما تنظف تبرم وتصير زرقة وهذا شيء كتير سباشل لي لأنه على الأرض اليوم أنت فيك تعرف إذا الأرض مجوية ولا لا ما بعيونك بتقشع بس ما حدا بيعرف بس جاد جوة بقلبها وما فيك تعرف أدي بكتنظف كرميل تنظف مظبوط وهذا هي باست على هيدا الايلوب سنسور هي بهيد التكنولوجي بتحدد لحالة قديش بدها تقوّل مي لتكب مي وتنظف بطريقة أعمى وبترجع من بعدها بتنشف يعني نحنا اليوم منعينة مع السجاد حملة السجادة وحطيها برا وخليها تنشف وارتوبة بترجع بتعمل عفونة وبطعم المولد وهيدا كله بكتيريا بينما الماشين لحالة هي فيها فيها بتنشف السجادة حسب السجادة وكبره هي الفاكم فيها بيسحب لحاله كل شيء كل أنواع البيض الكورنفلكس شو ما كان فيه وصخ بقلب الأرض بتشيرهم كلهم مع بعضهم إن وان جو أو ليه غارانتي للسنتر طبعا سنتين كل البرودكت كله علي وارنتي لدو وارنتي وارنتي هون عم نشوف كمانا كيف هم بتقدر طريقة العمل من جوه هيدا الوكيوم ستكسح فيها دي تانجلين سو وان اف تكنولوجيز اللي عندن يهم تانيكو هو يعني سفر تشابك فلو شو ما فيه شعيرات على الأرض أو شعر وبر الحيوانات شعر المراهية وبقلب البيت هيدا أكتر شي من عيني منه بقلب البيت الشعر العرقرد فالفاكيوم الفلور واشر وكاربيت واشر كلهم فيهم تكنية زيرو تانجل فما بيتشابك إن كانت صار فيه شعر بقلبه وكتير سهل تنضيفها من بعد تنضيفها هيا وفيك تستعمل الفاكيوم كمينها على الفتيات على كل شي يس بيجي مع دفرنت أتاشمنت لتقدر تنطف الفتاة تقدر تنطف بقلب السيارة وبالنسبة للتنضيف كل الفلور واشر وهي ده ميزة تفتخر فيها تنكو لأنه اليوم بالماركت يس السلف كليننج يلي هي تقنية إنه الماشين تنضف حالة بحالة موجودة ببعض المنتجات نور راح نشوف ديمونستراتيون لفلور أس فايف فلور وان أس فايف بعد هالوقفة الصغيرة نتابعين مع انتاون وشرب الكيزانا وماري جو وسخونا الأرض بليكويت بكاتشاب بمتاخد وبي كورن فلايكس نحن نشوف كيف الماشين فلور وان أس فايف إدرك كل أنواع الماتيري أو الوصخ تشيلون إذا فينا نعمل ديمونستراتيون طبعا وأهم من تنضيف الوصخ راح فاجيكي بس كمان كيف إن وان جو هي قادرة تشفط كل شي بدون ما على لبنان تجلمغ الأرض كلها سو الماشين كتير إيزي تو يوز ومن أهمية ذاتها أنه هي كتير خفيفة بالوزن فأنا ممكن إذا عندي بيت كبير أحمل الماشين وأطلع نظف أنيوير أنيوير ألس كتير هيا استعمالها أنا بس برجع الماشين شوي لورا وبدورها من هنا بتقلنا هي أنه هلأ هي بالأوتو مود سو أنا هلأ شو يعني بالأوتو مود يعني الإيلوب المستشعر الزكي لحاله رح يحدد ورح نشوف أدي أول شي صوته خفيف ورح يفرق صوته لأن أنا لما بقرب على الأوسخ الإيلوب رح يبلش هلأ فينا نشوف كمان الستوديو هلأ هتريمهم حد بعض يعني نحنا صوته بيفرق بين الكورن فليكس والكاتشاب لا هو رح يفرق هلأ لأنه رح يشوف الأرض مشوية وإذا أنت بتلاحظ بس نشوف الستوديو قدان ديف إيه الإيلوب قردي أحمر إيه قطعت فوق الكاتشاب إذا أنا بس برجع لورا بلاحظ أنه ما بقى في شي مطرح ما أنا قردي منضفت بقطع فوق المايوناز الموتار وهي بعد في شوي كورن فليكس وأنا هيك كنت خلصت الكليني فيها سيكوريتي سيستم أنه أنا حتى لو ما طفيتها هلأ مجرد ما سكرت الهاندل وعملت هي الماشين طفت حالة بحالة ومن أهم زيتها للماشين وكنت عم قلت هيدا بيطبق على كل البرودكت طبعا تنيكو لأن عنا برودكت أكيد أنتري لفل يلي بيكونوا أقل بريميوم وما فيهم هيدا الآيلوب تيكنولوجي أو الآيلوب فيهم التكنولوجي بس مش مش لسكرين وفي عنا أكيد البرودكت يلي نحنا اليوم شايفينه كل البرودكت من أقل لأعلى جام برودكت كل البرودكت فيهم سلف كليننج شو يعني سلف كليننج أنا بحط الماشين على تشارجينج دوكت طبعا بحطها بالكهرباء وبيكبس فأسة زر واحدة بتنظف بتنظف الماشين كلها من أولا لأخيرا شو هيدا شو الميزة يلي أنا اليوم تعنيني لما بعمل سلف كليننج أنه أنا كتير هين هلأ شير رولو ونطفع على المخسلة أو بالطوالات أو أينيوير ألس بس ما هيدا هيدا البرودكت شغلته يسهل لحياتي بأنه أنا اليوم بحطه على تشارجينج دوك بنظف البروش ومن بعد ما ينظف البروش أنا هلأ شلت موتار شلت كاتشاب شلت كورنفلاكس يمكن يكون في بيض واقع على الأرض حيالا شي فيه زفرة هيدا كله بيفوت بقلب لتيوبز لأن الماشين هي شفت تلافوق طب هو لتيوبز أنا كيف بنظفهم فلما هي بتعمل أو دقيقتين هي بتكون عم بتنظف البروش وبتكون عم بتنظف كل الأنابيب بيجوا على قلب لتيوب على دورتي ووتر تانك يلي من قدم بفضي أنا وفيه فلتر كمان فلتر منه ورق فلتر من موسط أدفانس تيكنولوجيز كفلترز بقلب الماشين وبيخليني هيدا شي أنا أقدر بكل سهولة فكها غسلها وقرها ردها نور نوفا المديرة التسويق بيشركة تينيكو أهلا وسهلا فيك معنا بم تيفي مشاهدينا وقفة ومنتابع من بعد بقى فقراتنا